مسيرة مؤثرة رغم قصرها 12 ربيعاً بدأت من سوريا قبل أن تضطره الحرب للهروب إلى لبنان ضاقت بعائلته الحال فترجل فارس مع زهوره إلى شارع الحمرى وسط بيروت ليبيعها للأحبة هنا كان يتجول على هذه الأرصفة يقضي أوقاته يشتري الأطفال ألعاباً ويبيعه وزهور عمره للمرة أياماً تلو أخرى لكسب ما تيسر من قوت الحنين إلى الوطن عاده وعائلته إلى مسقط رأسه في الحسكة ملتحقاً بمدرسته يستكمل بين جدرانها العلم في بلد دمرت الحرب كل ما فيها ولكن الفصل الدراسي انتهى باكراً طائرة غربية كانت تطارد الإرهاب فأخطأت وخطفت عمره فارس وأحلامه خبر مقتله ألهب مواقع التواصل الاجتماعي فانتشرت صوره بعدسات مختلفة لتراه في أحدها يرسم ابتسامة ساحرة وفي الأخرى حاملاً بعض الزهور وفي أخرى تمسك أنامله الصغيرة بباقة وعيناه شاخصتان نحو أفق ما علم أنه سيمطر جسده الغض بالموت رحل فارس تاركاً حزناً وأسى في صدر كل من عرفه أو حتى اشترى منه وردة حزن على روح مرحة وكرم طفولي كان يجعله متساهلاً مع زبائنه في دفع ثمن الزهور خصال لم تتحملها الحرب فحولته من زهر إلى ذكرى كغيره من أطفال الحروب الذين ضاقت بهم الأرض بما رحبت غياب فارس وقصته آلمت من التقاه فاجتمعوا على تكريمه عبر مواقع التواصل وتوالت عبارة الرثاء الحمراء فمنهم من قال تذكروا فارس فارس بياع الورد اللي الكل بيحبه مين قدر ما يضحك لعيونه الحلوين فارس مات بعمر الورد اللي كان عم بيبيعه فارس مات بحرب ما بيفهم فيها أصلاً يمنى جلاس الحدث